صرخة طفل من حيس لا يزال صداها يتردد الرغم مرور شهور عليها صرخة تتكرر مع اسعاف حالات مشابهة وبهذه الطرق البدائية يتم التعامل مع ضحايا قذائف ميليشيا الحوثي في ظل عدام أبسط الإمكانات لا يكاد يمر يوم دون أن يشهد المدنيون بمدينتي حيس والتحيطة وعدد من قرى الساحل التهامي مأساة تضاعف من معاناتهم معانات مركبة يزيد من تعقيدها الحصار الخانق الذي يطوق نحو سبعين ألف نسمة يسكنون المدينتين المنكوبتين في حيس على سبيل المثال يحصر شبح الموت قرابة خمسة آلاف طفل تهدد حياتهم المجاعة وسوء التغذية والإسهالات المائية فضلا عن انعدام وسائل نجدتهم الطبية حال نالت منهم الألغام والعبوات الناسفة أو شضايا القذائف التي تنهال عليهم يوميا شورى عبدوصابي ابنة سنة وأربعة أشهر وقبلها أحمد بحكر وغيرهما العشرات من الضحايا دفعوا حياتهم ثمنا لوحشية الميليشيا ولا مبالاة الشرعية والتحالف بحياتهم الوضع في حيس والتحيط أشبه ما يكون بالكارثة بل هو كذلك فعلا والمأساة في تزايد في ظل بقائهم تحت الحصار الحوثي وتساهل التحالف بحياتهم بينما يدهي تأمينهم